سوف نتكلف المحاضرة على الـ Continuous Time Signals وعموما الهدف من دراسة الـ Signals and Systems هي قموسمة كيف يبدأ بشكل المساعدم المستط context ومية فتبقات الـ كيف يدخل الـ معته تجد الـ �يوميات كنieri نترى الآن اوها طبعا الحاجات هي الادفانس شوية. الترند اللي ماشي دلوقتي في التكنولوجي هو ان احنا بناخد السيجنال اللي هي الانالوج دي ونحولها لديشتال ريبريزنتيشن ونعمل لها بروسيسي بكي ديشتال دومين وبعد كهنا رجعها التاني تبقى اانالوج. طبعا بنستغل في كده الكمبيوتر كيبابليتز اللي هي موجودة دلوقتي وبتزيد كل يوم. فدي طبعا بتساعدنا ان احنا هنتحكم في الطرق البروسيسيج بتاعت السيجنال بتاعتنا بطريقة مور فلاكسيبل ونقدر نغير البروسيسيج بمجرد نحن نغير السوفتوير في السيستم بتاعنا. مش محتاجين نحن نغير هاردوير عشان نغير طريقة البروسيسيج بتاعتنا. في عندنا النوعين الاساسيين جدا بتاع السيجنال او تقسيمة الاساسية خاصة بتاع السيجنال هي الانالوج versus واحدة ديس ister familiarity. الانالوج سيجنال هي بسيكلي اللي هي الكنتينيوم سيم سيجنال اللي بنتكلم عليها ان терم بسيكلي ل؛ الجس كالكل الش. يعني ممكن نتكلم علي funchions كونتينيذ variables بنتكلم علي نحنا لماذا نعمل повтор legation بنعمل trata training المل ناخد derivative widz très simple اللي هو بتاع الكلكennis للم nearby consider door group بتاع differential equations. السيجنال Z كلها اللي هي الانالوج سيجنال Z هي اللي موجودة في الريد لايف. الناحية التانية بقى الديسكريت سيجنالز. دي بنكلم على الفينايت كالكولوس. اوكي. بنكلم على سيكوانس بدلا ما كنا بنكلم على فونكشنز او كونتينيز فاريبلز. بنكلم على بدلا ما كان عندنا دريفتب عندنا ديفرنز. يعني مثلا دلتا. يعني نكلم على مثلا F of t minus F of t minus 1 مثلا. بنكلم على ساميشن بدلا الانتيجريشن. بنكلم على ديفرنز ايكواجيشن بدلا ديفرنشيال ايكواجيشن. الكلام ده طبعا هنشوفه بتفاصيل شوية في الكورس ده بالجزئين بتوه هو الجزئ بتاع السيجنال و الجزئ بتاع الديسكريت سيجنال زه بيبقى عادة قوة الكمبيوتر يعني قوة كمبيوتين بلاتفورم معموم من شرط ان هو البي سي اللي احنا متعودين عليه هي كمبيوتين بلاتفورم ديجتار كومبيوتين بلاتفورم وهي دي لي بيحصل في такого وبعد كده بنستفيد بالسيجنال بعد البروسسينج في الهوسة Strategic Domain كمثال السيجنال بتاع سيجنال بروسسينج هناخد مثلا مسال بتاعص الهوس внеш Küssner cd layer طبعا احنا عارفين انه إحنا يعطيقه السيجنال ساوند اللي نسمعه على الديس تبقى كلها analog الليCS نحن نعملها سامبلنج وبعد ذلك نعملها استوريج في ديشتال فورم ديشتال فورم اللي هو يتخط على السي دي بعد ذلك بتبقى راد اس ديشتال سيجنال يعني بالليزر لايت ده نحن نعرف اذا كان في البدي بزير او واحد وفي الاخر الكلام ده كله بيخش على ديشتال انا الكونفيرتر بيحولها للانالوج فورم الأصل بندخلها على اوديو عامل فاير بعد ذلك عشان توصل للسبيكر ده مثال لسيستم ابتدينا فيه بانالوج سيجنال عملالها استوريج في ديشتال فورم بعد ذلك نعمل ديشتال فورم عملالها ريكوفري علشان نوصلها للسبيكر وطبعا زي ما احنا عارفين في سي دي بلايرز احنا بنعمل الكلام ده بفري هاي فايداليتي يعني بنكلم على ان السيجنال متطلع بفري هاي كواليتي مش بتبقى حاسين هي متقطعة او فيها اي عيوب لو احنا عايزين بقى لتكلاسيفاي الـ تايم ديبندنس سيجنال هيبقى فيه عندنا كزا نوع من انواع الكلاسيفيكيشن فبداياتا ممكن احنا نقول اول نوع للكلاسيفيكيشن ممكن نتكلم على الـ ممكن تبقى السيجنال سبعتنا دي random او deterministic يعني ان هي ممكن بتتغير بطريقة ما نقدرش ان احنا نعمل لها او deterministic يعني لها يعني فورم محددة بتتفولو زي مسلا كوزاين سيجنال او ساين سيجنال او حاجة زي كده النوع النوع الثاني من الكلاسيفيكيشن ممكن احنا نتكلم according to variation of their time variable and amplitude يعني السيجنال بتاعتنا بالنسبة الـ time variable ممكن تبقى continuous time او ممكن تبقى discrete time يعني السيجنال متعرفة عند كل الوقت او متعرفة عند بعض الاوقات يعني discrete values يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة بس واحد ونصر مش متعرفة مثلا بالنسبة للـ amplitude ممكن نتكلم على حاجة اسمها analog signal or discrete amplitude or digital هنتكلم على الجزء ده بالذات اكتر شوية وده بتبقى لا علاقة بان انا ازاي باخد الـ amplitude ده وحوله من analog لـ digital ممكن برضو classify signal according to the energy content ممكن نكاركترائز السيجنال بتاعتنا ان هي اما finite اما infinite energy signal يعني بمعنى ان هي السيجنال نفسها بتحتوي على finite amount of energy او infinite amount of energy ممكن نتكلم برضو عليها in terms of repetitive behavior هل هي periodic ولا مش periodic ممكن نتكلم عليها برضو in terms of symmetry لو هي عندها symmetry with respect to particular location مثلا ممكن نتكلم ان هي اما even اما odd او يعني عادة symmetry بنتكلم على time origin مثلا بس ممكن طبعا احنا نعمل تجاوز احنا نقول له time origin بتاعنا ممكن يبقى في نقطة محددة مختلفة عن النقطة اللي هي zero يعني بنكلم برضو dimension of support دي ممكن نتكلم على حاجة support طبعا معناها ان السيجنال بتساوي non zero في add a time period فممكن تبقى non zero في finite duration من time او ممكن تبقى infinite ما معنا ان هي من minus infinity لنفينيتي بتبقى لها قيم وقيم بكلم على قيم non zero انما finite دي معناها ان هي non zero في منطقة صغيرة وبقيت الاماكن كلها مالهاش قيمة من ثم نتكلم على continuous time signals وده هدفنا طبعا في المحاضرة اللي دي كلها نحن نفهم continuous time signals ونقدر نتكلم الكاركترستيكس ونعرف نعمل operations على continuous time signals وناخد امثلة على ال continuous time signals فبنتكلم على لما يكون عندنا فيه signal لها continuous amplitude و continuous time يعني في نفس الوقت هما الاثنين مع بعض بنكلم عليها انها analog signal لما فيها عندي signal لها continuous amplitude و discrete time يعني معنا هي متعرفة عند مثلا zero واحد واثنين وهكذا مش متعرفة عند point five ولا one point two ولا حاجات زي كده متعرفة بس عند اوقات محددة discrete بتكلم عليها انها discrete time signal يعني ال amplitude بتاعها continuous بس ال time بتاعنا هو discrete لو بتكلم علي discrete amplitude و discrete time ال 2 بنتكلم عليها بقى ان هي سعيدتها بتبقى digital signal طبعا احنا براكتيكالي لما بكلم عن الانالوج signal الانالوج سيجنال دي يعني basic continuous في ال amplitude و continuous في ال time فا لو احنا حبينا نعمل storage للانالوج سيجنال دي بتاخد يعني infinite amount of storage عشان نقدر نستور حاجة بشكل ده ما نقدرش نعمل استورج لانالوج حتى لما بكلم على حاجة زي discrete time سيجنال برضو صعبة جدا نحن نسجلها لان احنا basicly عندنا continuous amplitude يعني بتخيل مثلا ان انا عند كل نقطة resolution بتاعتي infinity فمعنى كده ما ادرش ان انا سجل النقطة دي يعني لازم احط كل نقطة في variable ال variable ده عبارة عن infinite number of bits وده طبعا حاجة مش منطقية حاجة ما ادرش ان احنا نعملها على كمبيوتر السيجنال الوحيدة اللي اندر نسجلها هي digital signal دي اللي هي بتبقى discrete في ال amplitude يعني عندي كل نقطة بتتحط في finite number of bits وفي الوقت نفسه discrete time معناها ان انا عندي السيجنال بتاعتي متعرفة عند اوقات محددة و finite وطبعا ما مش بتكلم على ان ديشتال سيجنال دي بتبقى infinite infinity ما فيش عندنا حاجة لقد ادرشها في ال range ده عادة ديشتال سيجنال اللي هي practical بتبقى كلها لها في حالة خاصة لو انا عندي ديشتال سيجنال دي basicly ال ampi tube بتاعها يا اما زيرو يا اما واحد اوكي فمعنى كده هي حالة خاصة من ديشتال سيجنال يبقى discrete amplitude ده بحطه في 1 bit فساعدتها بسميها binary signal ده دي حالة خاصة ودي طبعا بتبقى موجودة في الاتصالات وفي بعض ال applications اللي بعمل فيها serial communication بيبقى عندي مجموعة من ال bits يعني 1s or 0s بتتنقل على serial line يعني ممكن اعتبر ان دي حالة خاصة يعني ممكن تبقى لان نفهم كويس قوي الفرق بين ال continuous وال discrete خلينا نتكلم على السامبلين السامبلين اللي بيحصل فيه احنا بنعم conversion from continuous to discrete time اوكي فبدلا ما كان عندي السيجنال بتاعتنا الاصلية شكلها كده اللي هي continuous بالشكل ده اللي هي x of t لا ده انا هعرفها عند نقاط محددة عندي 0 عند ts عند 2ts عند 3ts وهكذا يعني هاخد يعني sampling period محددة ts واخد multiple ts هما دول بس اللي عارف عندهم السيجنال يعني السيجنال بتاعتي هي تبقى عبارة عن النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي النقطة دي نفسها محدش قال ان هي لها يعني لازم تاخد مجموعة من اللفز او بتبقى موجودة في مجموعة من اللفز لا النقطة دي اللي هي قيمة بتاعت النقطة دي مثلا دي عبارة عن real value real value معناها resolution بتاعتها infinity اوكي فعشان كده السيجنال بتاعتنا اللي هي اللي هي عبارة عن النقطة دي ونقطة دي وهكذا ونقطة دي وهكذا ونقطة دي ونقطة دي بسميها discrete signal علشان هي باسيكلي عبارة عن خد السيجنال بتاعتي في time خليتها discrete بس لسه المبتوب بتاعها continuous طيب عشان احولها بقى ال digital form لا باحتاج اعمل حاجة بقى مختلفة باحتاج اعمل حاجة بقى مختلفة باحتاج اعمل حاجة بسميها quantization او coding يعني ايه quantization يعني كل واحدة من اللفز دي ما بسمحش انها تاخد اي value لا ده انا بقول انها في عندي مجموعة من discrete levels كده يعني لازم ان هي تاخد واحدة منهم ولو كان هي مش بتاخد واحدة منهم لا يعني لازم اقربها الواحدة منهم فهياخد مثلا ال step بتاعتي اخدها مثلا delta over 2 مثلا فرضا اوكي فمعنى كده عندي هنا في ال positive direction ده في عندي 2 levels وفي ال negative direction في 2 levels وفي طبعا 0 اوكي فمعنى كده هنا مثلا النقطة دي اوكي ممكن اقربها انها تبقى ناقص delta على 2 اوكي النقطة دي اقربها انها تبقى هنا النقطة دي هي قريبة من ايه؟ من delta على 2 ناقص delta على 2 النقطة دي ممكن انا اقول برضو انها تبقى ناقص delta على 2 ونفس الكلام هنا تبقى قريبة مثلا تكون 0 اوكي فطبعا زي ما احنا شايفين الحاجة اللي احنا بنعملها في quantization دايما بيبقى فيه error مسافة اللي انا يعني مثلا خدت المسافة دي مثلا المسافة دي انا اعتبرت النقطة دي هي نفسها كده ما كانها هنا اوكي فمعنى كده المسافة من هنا لغاية هنا ده بيعتبر error بيعتبر quantization error اوكي فالquantization حقيقة بيقللي او بيخليلي الquality بتاعت السيجنال بتاعتي متبقاش بhigh fidelity لو انا عملته بشكل بnumber of levels ما هواش كفاية بيعمل لي error والerror ده بيبقى مسموع وواضح اوكي فدي حاجة في غاية الهمية ان احنا how to choose number of levels علشان يسمح لنا ان احنا quality بتاعتنا تبقى almost identical للحاجة الاصلية او practical identical للحاجة الاصلية نوري مثال على كده في المثال بتاع speech signal مثلا speech signal كanalytic signal بتبقى continuous في time وكنتينيوس في amplitude لو انا عملت لها sampling بيبقى discrete في time اذا ما احنا شايفين خطوط الزرقة دي بتعبر عن samples بتاعتي دلوقتي اللي انا عملت لها retaining وبقيت samples اللي في النص ما بقيتش موجودة دلوقتي اوكي لو انا خدت نفس samples دي اوكي عملت لها quantization كمان يبقى معنى كده حددت عدد levels محدد والlevels دي لازم لازم السيجنال بتاعتي لازم تاخد واحدة من الlevels دي اوكي يعني فيه فيه هنا level وهنا فيه فيه level فيه اما هنا اما هنا اوكي فهيبقى فيه عندنا حاجة من ساميها quantization error هيبقى شكلها حاجة بالمنظر ده كده طبعا لو احنا عندنا analog signal فيها الررر ده الررر ده في حد زيته عبارة عن noise لو احنا عملنا quantization بالشكل اللي احنا ورناها هنا وعملنا quantization بالكلام ده بالطريقة دي هيبقى فيه عندنا صوت مسموع او فيه noise مسموع في ال recording بتاعنا ده بتمثل السيجنال بتاعة ال error دي هدفنا طبعا في الموضوع السامبليج ده وهناكلم عنه ان شاء الله قدام شوية ان احنا how to maintain equality بتاعة السيجنال بتاعتنا ما غير ما يحصل فيها اي errors او نيميمايز ال errors بتاعتنا الموجود عندنا في الموضوع بتاع السامبليج وموضوع بتاع quantization كامثلة لل continuous time signals كمثال اولاني لو او x of t بتساوي square root of 2 cosine pi t على 2 زائد pi على 4 السيجنال دي طبعا الاول ما نبصل دي كده يبقى معنى كده هي infinite support اوكي يعني هي فعلا لها قيم من مايس infinity infinity طبعا بالشكل بتاعها ده كده هي طبعا اي حاجة random خالص يعني هنا لو انا حطيت t دي بتساوي رقم محدد هيطلع لي value بتاع x of t دي بتساوي كذا ما فيهاش اي احتمالات خالص طبعا شكلها برضو عشان هي continuous signal continuous في ال amplitude و continuous في ال time يبقى معنى كده بتكلم ان هي ايه بتكلم عليها ان هي analog ال cosine signal by definition بتبقى periodic اوكي فمعنى كده هي periodic ادوال ايفن دي طبعا يجب نرسل دي طبعا عشان هتخيالها اكتر شوية بس هي اكشل لو انت رسمت ال signal دي كده هتلاقي ان شكلها odd odd معناها ان هي الحاجة الناحية اليمين عكس الحاجة الناحية الشمالية يعني negative sign بينها وبناحية الشمال لو احنا اخذنا ال origin هو اللي في النص infinite support طبعا لو احنا عملها integration لل signal دي عشان نحسب الانتجراتها بتساوي كام هلقى infinite energy هيتكلم طبعا عن definition split الحاجات دي بتفاصيل شوية يعني في نفس المحاضرة دي قدام شوية لو بتكلم على signal تانية y of t بتساوي 1 بلاس j e to the j pi t على 2 ومن زيرو غات عشرة وانس ان انا شفت من زيرو غات عشرة دي معنا كده ان هي outside range ده قبل الزيرو يعني في negative values للتي واكتر من عشرة يبقى معناها انها صفر يعني لازم اعرف على طول انها finite support وطبعا نتيجة انها functional form بالشكل ده كده ما فيش اي limitation عندي ما فيش اي quantization عندي في ال amplitude خالص يبقى معنا كده ان هي يعني وطبعا ال time بتاعي برضو يعتبر continuous ما فيش اي حاجة تقولي ان هو discretize يبقى معنا كده دي annual signal برضو وطبعا نتيجة ان انا لو حطيت t اطلع لي قيمة محددة يبقى معنا كده انها deterministic برضو نفس الكلام لو انا قلت ان signal عندي p of t بتساوي واحد برضو نفس الكلام عشان ال range بتاعي دوت محدد يبقى معنا كده انها finite support طبعا ال ambitube بتاعها مش باين يعني عشان هو level 1 بس بس هو فعليا طبعا ما فيش discretization يبقى معنا كده ان هي analog في time analog في analog في time و continuous amplitude وفي الوقت نفسه deterministic يعني هو قيمته قيمة ال function دي مش بتتغير بطريقة random طيب في بقى مجموعة من signal operations ممكن نعملها على continuous time signals ممكن نعمل حاجة اسمها signal addition يعني اجمع x of t زائد y of t بتساوي z of t ممكن نعمل constant multiplication وده الرموز بتاعتها في الرسمة لو انا عندي رسمة فيها الرمز ده بابقى عارف ان ده بلاس ده بيطلع هنا في ال output ده ممكن يبقى فيه عندي constant multiplication يعني اضرب السيجنال دي في alpha ممكن نعمل حاجة اسمها time وفريقونسي shift ال time shift دوت بسمي delay ال shifting frequency هنسمي modulation هتكلم عليه ان شاء الله لما اتكلم على ال foray transform خلينا اتكلم الاول على ال shifting time يعني معنى كده لو في عندي x of t لو عملت delay بالتاو يبقى معنى كيف تطلع لي x of t minus tau يعني هي السيجنالة بسها بنفس الشكل بس متأخرة بمقدار تاو لو بتكلم حاجة اسمها time scaling time scaling دي معنى ان انا لو انا فرضى for example خد x of minus t هي عبارة عن reflection of x of t يعني بمعنى ان انا بقلب السيجنال بتاعتي with respect to origin لو انا خدت x of a t يعني عملت بقى scaling معنى ان انا ممكن اعمل السيجنال بتاعتي دي اخدها ايام اعملها compression ايام اعملها expansion يعني اوساها او ادياها فدي ممكن انها يحصل تحصل منها ان هي يعني تخليلي السيجنال بتاعتي تبقى بنفس الشكل هو هو بس time support بتاعتي هيبقى اقل او بنفس الشكل بتاعها بس time support بتاعتي هيبقى اكتر اه برضو ممكن اعمل حاجة اسمها time windowing time windowing دي معنى ان انا بضرب window signal w of t يعني ايه يعني باخد سيجنال بتاعتي دي واضربها ويبقى النتيجة عبارة عن x of t w of t window window معنى ان حاجة شكلها كده بتسمح ان السيجنال تعدي في منطقة وبتعديش في منطقة تانية يعني يبقى اقول مثلا فرضا ان انا عندي اه لو انا اخدت كوزاين سيجنال اوكي وضربتها في حاجة شكلها window من zero وغاية واحد والباقي بصفر يبقى معنى كده انا اعملت windowing للسيجنال دي تبقى من zero وغاية واحد بس بحاول انا بعد ما اعمل time windowing ده بحاول السيجنال بتاعتي من signal ممكن تكون infinite support احاولها الحاجة finite support ناخد هنا مثال على basic signal operation احنا كلمنا عليها هناخد signal بالشكل اللي احنا شايفينه في البلوت بتاعها ده هناخد دي ال original signal طبعا لو احنا عملنا delay للسيجنال دي بمقدار tau يبقى معنى كده النقطة اللي هنا اللي هي كانت zero هتتشافت تبقى عند tau فهنشوف نفس الشكل هو هو بالظبط بس السنتر بتاع السيجنال بتاعتنا اللي كان عند ال original بقى دلوقتي عند tau طبعا عشان نعرف الكلام ده لو انا عندي x of tau دلوقتي tau minus tau اللي هي x of zero الاصليه لو كان عندي tau دي كان عندي قيمتها positive لو عندي minus بدأ بها هي minus tau كانت plus tau هيبقى عندي shift هنا يبقى ناحية تانية فلو عندي هنا t plus tau يبقى معنى كده عندي t تساوي minus tau الحاجة اللي جوه دي تبقى بتساوي صفر فمعنى كده انا بشافت السيجنال بتاعتي ناحية اليمين لما يكون التاو دي positive اللي هي shift بتاعي ده positive لو يكون shift بتاعي معنى صح لو هو التاو نفسه يبقى positive لو كان التاو ده negative يعني minus minus tau مثلا minus minus 1 مثلا يبقى معنى كده ان احنا بنتكلم ان احنا بنشافتها ناحية الشمال يعني x of t minus 1 تبقى عندي السيجنال بتاعتي متشافتها ناحية اليمين x of t plus 1 تبقى متشافتها ناحية الشمال لو انا بتكلم على ايه اللي زي ما كنت بتكلم هو x of t plus tau هلاقي ان هي متشافتها الناحية التانية يعني هنا عندي ناقص tau مش عند positive tau بس ان نفس الشكل السيجنال هو هو واحد بزبط ان فيش اي اختلاف خالص لو انا بتكلم عن reflected version بتاعت السيجنال بتاعتي reflected version معناها x of minus t هلاقي ان انا باخد من السيجنال بتاعتي يعني الحاجة اللي هنا تبقى هنا والحاجة اللي هنا تبقى هنا زي ما احنا شايفين كده هو نفس شكل السيجنال بالضبط بس الحاجة اللي كانت في ال positive t بقت في ال negative t والحاجة اللي كانت في ال negative t هتبقى في ال positive t اوكي فطبعا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة قوي ممكن نعمل combination من حاجات دي كلها مع بعض بس ناخد بالنا when we combine the delay والادفانسنج او الادفانسنج مع ال reflection ال delay والادفانسنج بيبقوا swaped معناها ايه؟ معناها دلوقتي لما بتكلم على x of minus t plus 1 اوكي اللي بيحصل فيها ان هي بنافس الشكل السيجنال بتاعتي هي كده plus 1 معنى انا هتحرك في الاتجاه هتحرك في الاتجاه اللي هو كده اوكي لما بتحرك في الاتجاه اللي هو التاني انا اسم في الاتجاه اللي هو positive اوكي لما بتكلم على x of minus t minus 1 هيبقى reflected و advanced الكلام ده عشان نتخيله احسن شوية احنا ممكن نفكر في دي عبارة عن minus ناخد قوس كده t ناقص واحد اوكي يعني او خدنا قوس كده في t ناقص واحد معنى كده لان السيجنال بتاعتي كاتبارة عن حاجة شكلها ان هي ايه ان هي delay وبعد كده عملنا لها بعد كده reflection اوكي فممكن نفكر فيها كده ونعملها بالشكل ده كده او ممكن يبتدي بالشكل اوكي اوكي ولو هي plus 1 هنا يبقى معنى كده نحركها كده لو هي minus 1 يبقى معنى كده نحركها كده اوكي طبعا في كل الاحوال عشان اتخيل ايه اللي بيحصل لو انا عندي الorigin بتاعي هنا عند فين الorigin بتاعي هنا لما t بتساوي plus 1 يبقى معنى كده ان انا عندي عندي النقطة دي اوكي ده الorigin بتاعي ايه النقطة دي هتبقى هنا اوكي هنا بقى العكس لما تييود يعني دي بتساوي صف لما تييب بتساوي ناقص وحد يبقى معنى كده دي هتبقى متشفت المتشفته الorigin بتاعي مثلا انا بقى اوكي فهي دي عكس التاني عكس الحاجة اللي هي كنا نتكلمين عليها نحن لو منشفت بالشكل ده ب Consort bought in Black na بنتكلم ناحية من شفيت ناحية اليمين ولما تبقى advance بتبقى من شفيت ناحية الشمال فدي عكس اللي كنا بنعمله لما تبقى positive t عشان نوضح الموضوع ده بشكل اكتر هناخد بقى المرة دي شكل السيجنال بتاعنا في شكل mathematical equation و هنعمل لها delaying by 2 مرة advancing by 2 مرة و reflection مرة تاني اللي بيحصل هنا في ال equation بتبقى ابسط بكتير جدا حقيقة من graphical form احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزين نتبقى delayed by 2 delay by 2 معنى كده ان t بتاعتنا هنا تبقى كم تبقى t minus 2 كل اللي بيعمله علشان احسب السيجنال بتاعتي في الحالة بتاعت ال delay ان انا احط كل t هي عبارة عن t minus 2 يبقى معنى كده انا هربلاس t by t minus 2 فكل حتة فيها t يعني هربلاس هنا وربلاس هنا يبقى معنى كده x of t minus 2 بتساوي نفس الحاجة هنا ما تغيرتش خالص هنا 0 أقل من او يساوي t أقل من او يساوي 1 تبقى 0 أقل من او يساوي t ناس 2 اقل من او يساوي 1 يبقى معنى كده ان احنا ممكن ناخد دي بقى نحولها للشكل اللي هو عبارة عن ان اتنين اقل من او تساوي t اقل من او تساوي 3 نفس الكلام لو كنت بعمل advancing by 2 يبقى معنى كده عوض كل t ب t plus 2 في نفس الكلام ده برضو في الليمت بتاعتنا بنفس الحكاية ولو كان عندي هنا function نفسها function of t هعوض برضو ال function الجوة تي بقى t plus 2 reflection function عبارة عن ان انا بشيل كل t وحط مكانها minus t طبعا هنا لو حطيت minus t طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنيجي ناخد المتس بقى ناخد حاجة فيها inequality بالمنظر ده كده لو انا عايزة اخلي دي plus t بقى معنى كده هضرب كل اطراف بتاعتي في minus 1 المينس 1 بيعكس لي ايه بيعكس لي ال order او ال direction بتاع ايه بتاع inequality ده فمعنى كده هيبقى عندي ناقص واحد اقل من او يساوي t اقل من او يساوي zero او ممكن احنا نحطها هنا بالشكل المختلف بيبقى zero اكبر من او يساوي t اكبر من او يساوي ناقص واحد طيب الاسبقى ده basic المبنى على الاقل x of t is even when x of t بتساوي x of minus t مفيش اي حالة تانية لو الاقل دي ما بتحققاش يبقى لايمكن signal بدانة تبقى even يعني signal at x of x at one مثلا لازم تساوي x at minus 1 اوكي لو هي odd يبقى معنى كده بتكلم على x of t تساوي x of t يعني معنى ان انا مثلا لو عندي signal at one بتساوي واحد يبقى x of minus one بتساوي ناقص واحد طبعا احنا بنتكلم على دي condition بتاعت the even وبتاعت the odd لو هي مش بتحقق اي واحدة متو اكواجين يبقى هي not even or odd ودي حاجات طبعا المست general case او general case اللي موجود عندنا في السيجنال ليه اللي تبقى كده ولا تبقى كده طيب لو فرضا عندنا signal دلوقتي وعايزين عملها decomposition in terms of even واضد parts دي نعملها ازاي اي سيجنال في الدنيا نقدر نحطه في صورة y of t بتساوي y even of t زاد y odd of t يعني كل السيجنال مكونة من component even و component odd ال component ال even by definition بتساوي 0.5 y of t زاد y of minus t اوكي ال component odd بتساوي 0.5 y of t ناقص y of minus t اوكي فإحنا لو احنا عندنا اي سيجنال في الدنيا وعايزين نحسب لها the even and odd parts بتاعتنا ممكن بالبساطة نستعمل equations دي ونحسب components the even and odd لو عندي for example السيجنال بتاعتي عبارة عن cosine twice pi t plus theta اوكي basically theta دي حسب قيمتها يعني بيتحدد دي ازا كانت هي even ولا odd لو كان theta دي بتساوي مثلا 10 degrees مثلا يبقى معنى كده هتكون even ولا هتكون odd اوكي لو بتكلم ان z theta بتساوي 0 يبقى ساعتها دي cosine signal يبقى معنى كده بالتأكيد هتكون ايه هتكون even طب لو هي pi على 2 pi على 2 يبقى معنى كده cosine دي تحولت ل sine وال sine دي هي odd signal اوكي فدي طبعا من الحاجات اللي احنا بنجرب فيها طبعا لو هي غير كده لو هي theta ما بتساويش 0 او multiple من pi على 2 يبقى معنى كده احنا بنتكلم ان هي لا هي even ولا هي odd طيب احنا بنتكلم على حاجة مختلفة بقى دلوقتي هي periodicity لو انا عندي signal x of t analog يعني continuous time signal و continuous mp2 طبعا عايزين اعرف انها periodic امتى اوكي فcondition بتاع periodicity بيتحقق لما يكون في حاجتين متحققين اول حاجة لازم تبقى infinite support ما ينفعش يبقى فيها عندي اي signal finite support وتبقى periodic خالص اوكي فلو انا جبت اي signal لها finite support وبسأل يعني بسأل اذا كنت يعني اقدر ان انا اثبت انها periodic او مش periodic هقول على طول من غير ما اعمل اي حاجة انها مش periodic يعني اي periodic اوكي اي periodic يعني not periodic الكونديشن التاني ان احنا we can find a positive real value t note called the period such that for some integer k x of t plus k t note بتساوي x of t يعني ايه كلام ده سيبنا من ال k دلوقتي يعني k دي ممكن تاخد اي رقم positive يعني اي رقم integer يعني 012 يعني مش 012 طبعا 1 2 3 وهكذا او نقص 1 نقص 2 نقص 3 وهكذا خلينا ناخد ال k بتساوي 1 for now يعني عشان ال signal بتاعتها تبقى periodic يبقى معنى k هي بتتكرر اوكي فعشان تتكرر يبقى لازم يبقى لها period بتاعت التكرار يعني لازم يبقى لها مسافة معينة في الزمن بمشيها عشان يلاقي التكرار بتاعي اوكي فاحنا بنتكلم ان احنا لو عندنا نقطة او عندنا تي نوت معينة لما باخد time بتاعي زاد تي نوت او time ده زاد 2 تي نوت او time ده زاد 3 تي نوت وهكذا بلاقي نفس قيمة السيجنال موجودة يبقى معنى كده بتكلم من السيجنال دي بتاعتنا دي periodic والperiodic بتاعتها بتساوي تي نوت طبعا ناخد بقى انها من حاجة مهمة قوي ان احنا ممكن برضو لو احنا حطينا تي نوت دي باثنين تي نوت يعني فرضا انا عندي الperiod بتاعتي كانت واحد لو فرضا قلت ان انا هاقه تي نوت بتساوي اثنين ما هلاقي برضو ان اكس اوف تي زاد اثنين هتساوي اكس اوف تي لا احنا بندفاين بقى الperiod تي نوت دي ان هي the smallest possible value of تي نوت اكبر من ايه اكبر من الزير اوكي فباسيكلي الكلام ده مهم جدا لان احنا يعني باسيكلي ان تي نوت هي نفسها ممكن تكون period بس ما هياش the smallest possible period يعني اي تكرار او اي multiple من تي نوت هو نفسه لو انا قلت ان انا مساء اخد الperiod بتاعتي هي اصلا اصغر period واحد لو انا اخدت خمسة خمسة دي هتحقق بس في نفس الوقت ما هياش اصغر قيمة لتي نوت فعشان يبقى ال definition بتاع تي نوت ده يونيك يبقى لازم ايه نزود الحتة بتاعت انه هي the smallest possible value دي اوكي فمثلا لو انا باخد كمثال cosine twice pi t دي بقى واضح جدا انه هي signal والperiod بتاعتي عبارة twice pi طب لو انا حطيت sorry period بتاعتي بتساوي واحد يعني من زير الواحد اوكي لو انا حطيت period بتاعتي اثنين ما هنلاقي برضو عند الزيرو بتساوي حاجة وعند الاثنين بتساوي نفس الحاجة اوكي بس actually الperiod المزبوطة هي تكون الواحد لانه هو الواحدة اصغر رقم ما هواش ينفع نحطها اثنين او نحطها ثلاثة فدايما ال definition بتاع period بتاع signal هي اصغر قيمة بيتحقق عندها ال equation دي طبعا احنا في الجزء دوت كل مطلوب مننا ان احنا whenever يعني we want to test الperiodicity بتاع signal عن حقق ال equation دي اوكي ونشوف اذا كان في قيمة لتي نوت دي ولا مفيش قيمة بعض الحاجات بتبقى واضحة بعض الحاجات بنضطر ان احنا نعملها شوية mathematical derivation عشان نقدر نوصل لتي نوت دي بتساوي كان كممثال على periodic signals الانالكسوني ومومن او طبعا اميجا نوت دي بتبقى او بيتبقى ف نوت اللي هي بالهيرتز بيبقى لها period طبعا هي periodic والتي نوت دي بتساوي twice pi على اميجا نوت او بتساوي واحد على ف نوت لو احنا عندنا الحالة الخاصة بتاعت ف نوت بتساوي zero معنى كده بتكلم على الحالة بتاعت ان عندي dc او عندي السيجنال بتاعتي بتساوي constant ساعت لما يكون عندي السيجنال بتساوي constant يبقى معنى كده اي period ممكن تنفع يعني هي باسيكا ساعتها الperiod بتبقى not well defined يعني ما ادرش اقول مثلا ان دي سيجنال بتساوي constant دي بتبقى periodic لو انا عندي بقى summation of two periodic signals x of t y of t كل واحدة فيهم لها period t1 و t2 تانية لها period t2 basically ممكن تكون periodic if the ratio of periods t1 with t2 is a rational number n over m يعني لازم دي تكون انتجر و دي تكون انتجر اوكي وطبعا n of m دول ممكن يكون يعني مفهود يكون non divisible يعني ما يبقلوش اسمع يعني دي اقال حاجة ممكن انا احطها يعني ratio دي تبقى مبسطة بقى ابسط حاجة ساعتها period of the sum بتساوي m في t1 او بتساوي n في t2 الكلام ده جاي من اين لو انت خيالت مسلا ان انا عندي السجنة الاولية الperiod بتاعتها 2 والسجنة التانية الperiod بتاعتها 3 اوكي اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان هما كل واحدة فيهم ماشية periodic اوكي بس هما الاتنين عشان يبقوا periodic مع بعض لو المجموع بتاعهم مفروض يبقى periodic يبقى معنى كده اللي لازم الperiod تبقى basicly common between الاتنين دول يعني ايه common يعني دلوقتي لو انا خدت مثلا الperiod بتاعتي بتساوي 2 هلاقي ان في الاتنين دي السجنة الاولية periodic والسجنة التانية مش periodic فمعنى كده المجموع بتاع الاتنين مش هيبقى periodic لو انا خدت الperiod بتاعتي بتساوي 3 لا ما تبقاش كده اوكي نفس الكلام بلاقي انا في واحدة فيهم periodic وتانية مش periodic لو انا خدت الperiod بتاعتي مثلا بتساوي اما 2 في 3 او 3 في 2 هلاقي انها بقت periodic دلوقتي بقت الستة دي بتمثلي الperiod اللي هما الاتنين بيبقوا periodic فيها اوكي فباسيكي انا بشوف الRatio بتاعت الاتنين والRatio ديت بتديني الامكانية بتاعت ان انا لقي period تبقى common between الاتنين اوكي فلو انا بتكلم مثلا على فرضا ال two periods مثلا مكانوش rational مكانوش مثلا رقمين integer مقسومين على بعض هنا لو فرضا ال two ratios يعني t1 على t2 دي طلع بتساوي pi مثلا pi دا ما هوش rational number كويس دا رقم صحيح ورقم صحيح بيبقى يعني حاجة زي floating point number فده مالوش مادرش احطه بالشكل دا ابدا فما بقاش عندي القدرة ان انا اعمل الكلام اللي انا عملته هنا دا اوكي فلو انا عندي ratio بتاعت ال two periods ما هياش rational number بقول على طول ان المجموعة بتاعتهم وامره ما هيكون periodic اوكي فباسيكي اذا ما كنت بقول من شوية ال product بتاعت two periodic signals بكلم عن product بقى المراضي الملتبليكيشن بتاعت two signals كويس نفس الكلام اوكي نفس الحكاية بالضبط ال product بتاعت two sinusoidals بيبقى periodic بس مش شارط ان اي periodic signal مضروبة periodic signal تانية تبقى periodic اوكي خلينا اخد مثال على كده اوكي لو احنا بنتكلم دلوقتي على فرضا يعني signal شكلها مثلا عبارة عن مثلا square wave اوكي والسيجنال التانية شكلها ما هياش square wave شكلها مثلا عبارة عن مثلا sinusoidal اوكي لو انا اضربت two signals دول في بعض ممكن شكل بتاع السينيسويدال ويف ده ما يبقاش لما اجي اضرب السينيسويدال باعد يطلع لو مكانش الدنيا في البيريود بتاعتي متضبطة بشكل دقيق يعني لازم هو يعني الحاجة اللي بتتضرب مثلا في بيريود اللي هي الجزء بتاع السينيسويدال مثلا اللي عمي زي الهامب ده يتضرب في حاجة يعني في السكوير ويف دي كل مرة بنفس الشكل السينيسويدال كلها بتاعتي البرودك دي مش هتكون زي بعضيها كل مرة هتتتعمل بشكل راندم هيبقى فيه راندم شفت والراندم شفت ما يسمحليش ان السيجنال دي تبقى ايه تبقى بيريودك اوكي ففي الاخر اللي هو الجزء بتاع البرودك ده يعني ده لازم نبص عليه يعني بشكل يعتبر يعني ايه دقيق شوية عشان نقول اذا كان هيتطلع بيريودك او لا مش هيتطلع بيريودك وده بيبقى صعب شوية من الصميشن الصميشن بيبقى سهل زي ما احنا قلنا كده مجرد بس انتنا نشوف البرود ونقارنها ببعضيها انما هنا لا الدنيا بتختلف شوية اوكي الحالة الوحيدة اللي بتبقى فيها الدنيا هنا سهلة لما يكون عندي البرودك بتاعي بيبقى بين 2 sinusoids اوكي لو كان ال 2 periodic signals 2 sinusoids ما بيعاش شي مشكلة ويبقى دائما البرودك بتاعهم ده بيبقى periodic هناخد امثلة على الجزء بتاع البرودك دوت هناخد الافترض ان عندنا signal x of td كان البرودك بيريودك تي نوت هنحاول دلوقتي نشوف السيجنال اللي هي قدامنا في a و b و c دول اذا كانوا يبقى بيريودك ولا لا اول سيجنال اللي بقى عن السيجنال x of td متضافة عليها constant بيسكلي اي dc shift على اي سيجنال بيريودك بيبقى سيجنال بتاعتي بتبقى بيريودك اوكي فما فيش عندي اي مشكلة خاصة لو انا تخيالت مثلا انا عندي cosine signal وزودت عليها واحد يعني معنى كذا السيجنال بقت برضو شكلها برضو نفس البرودك شيب ده بس بقت shifted up ها ولا ما تفرقش حالة خالص في البرودك طيب المسال التاني لو او z of t بتسوي x of t زائد v of t والv is periodic of period t1 بتسوي n t node اوكي و n d positive integer اوكي طيب في الحالة دي بقى انا عندي دلوقتي لو انا بصيتها condition بتاعي لو بتاع الصميشن انا عايز دلوقتي اعرف t1 على t node بتسوي كم t1 على t node هنا تسوي كم هتسوي n واني دي عبارة عن انتجر ولا مش عبارة عن انتجر او مش عبارة عن راشيون النامبر ولا مش عبارة عن راشيون النامبر هي عبارة عن ان على واحد والل اتنين ان واحد دول اتنين انتجر يبقى معنا كده في الحالة دي بقى انا عندي برضو السيجنال بتاعت اللي هي عبارة عن الصميشن بتاعت two periodic signal zoo هتكون periodic والperiod بتاعتها هي عبارة عن antinode ودي حقيقة واضحة لان antinode هي نفسها t1 فالاولنية طالما اي multiple من t node هيبقى periodic وتي وان هتبقى periodic بالنسبة للتانية فان antinode هتبقى periodic بالنسبة للتانية طيب لو خدت مثال تاني x of t زائد u of t بس u of t periodic بperiodic t1 not necessarily a multiple of t node يعني مش شرط انها تكون حاجة زي كده الcondition بتاعنا ومطلوب هنا نشوف الcondition بتاعنا اللي بقى فيها w of t دي تبقى periodic طبعا الcondition بتاعنا هو نفس الcondition اللي كنا بنتكلم عليه في السلايد اللي فاتت وهو ان لو انا عندي t1 على t node بتساوي رقم راشنال يبقى ساعتها المجموعة هيبقى periodic لو ما كانش رقم راشنال مش هيبقى periodic اوكي فده ده condition بتاعنا وهتبقى periodic لما تكون راشنال وخلاص يعني في اي condition تاني مش هتبقى periodic طب هاخد مثال تاني x of t بتساوي e to the j twice t و y of t بتساوي e to the j pi t اوكي طبعا احنا فاكرين e to the j اه دي عبارة يعني اي حاجة e to the j اوميجا تي دي عبارة عن periodic signal واحدة من السيجنال المعروفة اوي انا كلم عليها اخر المحاضرة دي دي الperiod بتاعتها عبارة عن basically pi يعني من zero pi لو انا ببص على الحاجة اللي هنا دي بعتبر e to the j اكنها cosine بالضبط اوكي يعني عشان اقدر احسر بالperiod بتاعتها فلو انا عندي دي cosine twice t يبقى معنى كده انها لها period عبارة عن من zero لغاية pi لان من zero هتبقى zero يعني عندي zero هتبقى zero وعند pi هتبقى twice pi فمعنى كده الperiod بتاعت ايه بتاعت الكوزين فمعنى كده دي الperiod بتاعتها pi التانية ديتو اذا جيه pi t لا دي هتبقى من zero غاية اتنين يعني الperiod بتاعتي اتنين لان برضو نفس الكلام هي تعمل اتنين pi لما تكون t من zero غاية اتنين اوكي فدلوقتي لو انا جيب بسيطة على الكونديشن بتاعي لو انا خدت الصميشن بتاعي اكس اكس اف تي زائد واي اوف تي هلاقي ان تي نوت على تي واحد هي عبارة عن باي على اتنين which is not a rational number احنا قلنا ان باي ما هياش rational number فمعنا كده هبنتكلم على ان السيجنل بتاعتنا هنا مش هتكون periodic اوكي طب لو انا خدت الملتبديكيشن بتاع الاتنين اكس اف تي تايمز واي اوف تي اكس اف تي تايمز واي اوف تي هلاقي عندي اللي يعني بايسيكلي هتجمع اللي اتنين دولة على بعض هيبع عندي في الاخر اي تو ذا جي باي بلاس تو في ايه في تي دي هتبقى بريوديك بريوديك بتساوي كام لو احنا شفنا بقى التي بتاعتنا محتاجينها تبقى كام عشان تجيب لانا توايس باي فساعتها دي هتكون بريوديك اوكي لان احنا برضو ناخد في اعتبارنا دي عبارة عن sinusoidal signal يعني كوزاين وساين و اي تو ذا جي اللي التلاتة دول يعتبروا sinusoidal signal فالمالتبليكيشن بتاع دي معادي هتديني اصدي بريوديك سيجنال في الاخر هاتنين دلوقتي نحن نتكلم على حاجة اضافية يعني واحدة من الكاركتريستيكس باعت السيجنال اللي بنوصف بيها السيجنال او بيكلاسفائي بيها السيجنال باعتنا وهي هل السيجنال بتاعتنا فينائت انرجي ولا فينائت باور ولا لا هي كده ولا هي كده هي باسيكي الكونسي بتاعت الانرجي والباور دي اصلا كانت موجودة في السيجنال وتنقلت الحقيقة للسيجنال بروسسنج ويعني علشان بردو لها قيمة بردو في السيجنال بروسسنج فبنعرف الانستانتينيس باور بالكونديشن داو اطلع احنا حاجة زي V of T في I of T ففي الاخر هي بتطلع حاجة زي السيجنال بتاعتنا سكوارد اوكي از فونكشن الف تايم دي بتعبالي عن الباور از فونكشن الف تايم طب الانرجي دي نفسها بتساوي كم لو انتظر اني عندي period T وعليز احسب فيها الانرجي بتاعتي بتاعت السيجنال بتساوي كم انا باستقلل باستيكي التزوير LI properties في البرود اللي انا بتاعت النزيل بتاعت Blaz اوكي دايما حاجة دي تبقى positive اوكي دايما الpower ودايما ال energy بقى positive numbers لو بتكلم بقى على الpower نفسها بتسوي كام لو انا عملت الintegration ده اللي هي ال average power بقى في ال period تي دي بحسب ال energy في ال period تي دي وقسمها على t اوكي فبتلاقي نفس الحاجة اللي كانت موجودة هنا مقسمة على t طبعا لما بتكلم على signal لها infinite support بيبقى طبعا في ال energy بالذات هلاقي ان الintegration هنا من mass infinity to infinity هنا لو لو بتكلم على الpower نفس الكلام انا باخد بقى يعني t يعني تبقى average t بتاعتي او 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 عندي periodic signal باخد الintegration بتاعي ده على الperiod بتاعتي مش على السيجنال كلها لو انا اعتبرت ان السيجنال بتاعتي infinite support وما هياش periodic يبقى معنى كده et دي هتبقى السيجنال كلها اللي هي ال energy من mass infinity infinity وتي هتبقى برضو يعني هي بتبقى infinity برضو اوكي فمعنى كده لو الpower دي ما هياش infinity يبقى معنى كده هنا يبقى في عندي مشكلة اني يبقى ايه ان القيمة بتاعت الpower دي بتبقى صفر اوكي فهبتدي بقى نتكلم عليك بشكل اوضح شوية او ندي كده مثال ال energy بتاعت السيجنال بتاعتي اوكي definition بتاعي هي integration من mass infinity to infinity x of t squared dt طبعا انا اواخد فيها absolute value هنا عشان لو السيجنال بتاعتي complex فالabsolute value ده بيخليلي ااخد magnitude مش باخد real ويعملوهم squaring الpower هي definition بتاعها بقى اللي هو في signal processing هو عبارة ان انا باخد الintegration minus t لغاية t x of t squared dt وبرا بقى هي الperiod بتاعتنا اللي هي twice t اللي هي المسافة من limit بقى الintegration بتاعتي بس انا هنا لو السيجنال بتاعتي لها infinite support يبقى باخد limit من t limit عند t بيتروح لانفينيتي اوكي طبعا لو انا بتكلم على السيجنال بتاعتي انها periodic بلاقي ان الحاجة اللي تطلع لي هنا هتبقى function of t فt اللي هي اللي موجودة هنا هتتشلمع t اللي موجودة هنا ففي الاخر يطلع لي قيمة ثابتة ما هياش بتعتمد على t فتطلع برا الليمت ده من غير مشكلة لو انا طلعت الرقم ده ما فيهوش t لو الفضل الرقم ده طلع فاينايت طلع رقم فاينايت يبقى معنى كده يبقى عندي رقم فاينايت على twice t والتي الليمت بتاعها لما بتروح لانفينيتي يبقى معنى كده الرقم ده يطلع فالاخر بيسوي صفر فمعنى كده لو بتكلم على signal ما هياش periodic بتكلم على signal لها فاينايت support يبقى دايما بلاقي الباور بتاعتها بتسوي صفر لما بتكلم على السيجنال بتاعتي مثلا ان هي برضو فاينايت support يبقى انا بقى ضامن 100% الانرجي بتاعتي هنا بتبقى فاينايت لو السيجنال بتاعتي لها infinite support لو فرضا انا عندي سيجنال بتاعتي دي هنا كوزين سيجنال لما باخد السكوير بتاعك يبقى معنا كده كل الارقام بتاعتي بتبقى positive من minus infinity infinity لما بجمعهم بقى في الانتيجريشن ده هتطلع لازم تكون infinity اوكي فنلاحظ ان احنا لما يكون عندنا periodic signal الانرجي بتاعتنا بتساوي بتساوي infinity والpower بتاعتنا بتبقى finite بتبقى رقم لها رقم طب لما يكون عندى finite support signal by definition ما بتبقاش periodic فهلاقي الانرجي بتاعتي هنا تبقى قيمة finite والpower بتاعتنا هنا تساوي صفر اوكي فالجزء بقى بتاع finite energy دوت دي بنقول عليها ان السيجنال بتاعتي لو سيجنال بتاعتي لها finite energy بقول عليها انها square integrable square integrable معناها ان الانتيجريشن بتاعنا هنا ده كده اللي هو بعمل الانتيجريشن لسكوير بتاع السيجنال بيطلعي في الاخر رقم finite مش infinity اوكي نفس الكلام بالضبط لو بتكلم على السيجنال بتاعتي لها finite power لو الpower بتاعتي يقلي من infinity بتكلم عنها finite power امثلة على كده الجزء بتاع الكوزاين سيجنال الكوزاين سيجنال باي ديفينيشن الانرجي بتاعته هيروح لانفينيتي اوكي لان انا بقى integrate حاجة positive everywhere يعني الارقام دي كلها ارقام positive لو خدت رقم positive يعني خدت اصغر رقم الارقام البوزيتي دي وضربته في انفينيتي عشان الليمس بقتي هنا infinity بقى لازم يطلعها لانفينيتي طيب لما بكلم على الpower بتاعتها الpower بتاعتها بقى لا هلاقي لانا لها قيمة اوكي لها قيمة ازاي لان هي basically بقى integrate الكلام ده في period اوكي فالكلام اللي هينا ده يطلع لي في الاخر رقم finite وبقى سيمه على الperiod نفسها لما باخد المت هلاقي في الاخر يطلع لي رقم finite اوكي عمتا لما بنكون عندنا periodic signal بالمنظر ده كده احنا مش محتاجين نعمل الكلام ده مش محتاجين نعمل mathematics دي ولا نحسب integrations ولا حاجات زي كده احنا اكشوا اللي بنحاول في الكورس ده ان احنا يبقى الconcent عندنا اكتر من الناحنا عندنا بنحط ال examples دي في equation ونعمل number crunching يعني نحسب حسابات يعني لا احنا عندنا دي periodic signal يبقى انا عارف على طول انها infinite energy و finite power اوكي طيب المثال التاني اللي هو هنا ده اللي هو عبارة عن complex number بالمنظر ده كده اللي اخدت ال absolute value بتاعي absolute value بتاع الكلام ده دي برضو ناخد في اعتبارنا ده عبارة عن constant ودي عبارة عن periodic signal اتفاقنا ال complex exponential ده اللي هو e to the jt فأي حاجة بأي بقى frequency دي still برضو تطبر periodic signal فمعنى كده ان انا في الاخر ال periodic signal بتاعتي دي لو هي بقى دايما الintegration بتاعي يبقى بكام بيبقى برضو بيبقى بإنفينيتي بقى معنى كده تبقى infinite energy بس انا هنا في المثال ده جايبين من zero اقل من او سوى t اقل من سوى 10 يعني اخدنا finite support version من السيجنال دي فمعنى انها finite support by definition هتلاقي ان ال energy بتاعتها بتبقى finite اوكي وطالما ال energy finite يبقى لازم ال power تساوي صفر لازم ال power تساوي صفر ما ينفعش ال power تبقى تساوي حاجة تاني اوكي طيب لما بتكلم على pulse مثلا z of t بتساوي واحد من zero لغاية عشرة يعني من t بتساوي 0 لغاية t بتساوي 10 اوكي و zero otherwise نفس الكلام دي عبارة عن finite support signal يبقى لاقي ال energy بتاعتها finite ولاقي ال power بتاعتها بتساوي صفر اوكي فأي finite energy signal by definition نلاقي لها ال power بتاعتها بتساوي صفر لان ال equation بتاعت ال power كانت عبارة عن ال energy بتاعتي اوكي مقسومة على ال t كويس فال t دي لو كانت يعني ال integration بتاع ماس infinity to infinity يبقى معنى كده ان انا بيبقى عندي رقم على infinity يبقى معنى كده لازم يطلع بيساوي صفر عشان نحسب ال power بتاعته اخر حاجة اتكلم عليها في الجزء بتاع ال operations اللي ممكن تتعمل اذا احنا اتكلم لها قبل كده لو انا عندي signal x of t و real values alpha ما بتساويش صفر يعني ولا بتساوي واحد و theta اكبر من zero لو انا خدت x of alpha t من الكلم على سيجن تاعته ان بيحصلها contracting لو alpha بتساوي اكبر من الواحد لو absolute value تاعة ال alpha اكبر من الواحد يعني ايه يعني ايه يعني خدت مثلا x of مثلا اتنين t يبقى هي نفس الشكل ال x بالزبط بس بتكلم انها حصل لها انها اتضغطت انكمشت اوكي انكمشت معنى انها دلوقتي بدلا ما كان مثلا لو فرضا support بتاعها كان من zero غات عشرة هتبقى support بتاعها من zero غاية مثلا خمسة اوكي لو alpha اقال من الصفر بيبقى برضو reflected يعني بيحصل برضو نفس الافكت وهو هو بالزبط بتاع الشرينكينج ده او بتاع contraction ده وبيحصل معا reflection لو احنا ده الناجة تدعملوش علاقة خالص يعني اننا بنبص على ال alpha دي ال absolute value بتاعها بيساوي كام ونقوله اذا كان هيحصلها contraction ولا هيحصلها expansion يعني مسلا عندي كمثال x of مثلا one half اوكي x of one half t اوكي x of one half t هتبقى expanded込 모델 تي عكس كده لو عندي x of twice t x of twice t هتبقى عبارة عن contracted version من x of t contractell معناه انا مضغوطة جزء مضغوط من الا اي من x of t لو بتكلم على الجزء بتاع الـ Shifting Frequency الـ Shifting Frequency ده هكلم عليه اكثر في الـ Free Transformation فمش محتاجين نتكلم عليه دلوقتي لهو جزء ده فده مش مشكلة او نتكلم فيه دلوقتي لو انا عندي window signal W of T لو خدت X of T times W of T وتفقنا W of T دي تبقى شكلها عبارة عن window معناها ان شكلها كده بتاخد جزء من الـ Time بتبقى فيه بواحد والبقى بيبقى بيسوصف فباسيكلي بتعملنا display لـ X of T within the support of W of T الاستعمال بتاع الـ Window دي بيبقى يعني اساسا عشان نحول السيجنال بتبقى Infinite Support بنحولها السيجنال لـ Finite Support يعني كعلى سبيل المثال انا دلوقتي عندي السيجنال بتاعت مثلا ECG مثلا هي بتاعت الرسم القلب مثلا السيجنال دي من Mice Infinity إلى Infinity انا دلوقتي لو انا عاوز ان انا اخدها وعملها Acquisition جواه الكمبيوتر هل انا بقدر اعملها Acquisition من Mice Infinity إلى Infinity لا انا دلوقتي ببتدي في وقته معاين T بتساوي 0 وان T مثلا في وقت تاني T بتساوي capital T مثلا اوكي وفي النص انا باخد الايه باخد السيجنال بتاعتي وقابل كده وبعد كده ما باخدش السيجنال فانا بقى سيوم ان انا اخدت الايه سي جي ده ملتبلايت بويندو والويندو دي عبارة عن يعني حاجة بتسمحني ان اخد السيجنال في منطقة معاينة من الوقت وقابل كده وبعد كده ما بتبقاش موجود فالW of T ده او الويندوينج ده احنا بنحتاجه او احنا فعليا بننفذه براكتيكالي لما بنيجي ناخد السيجنال بتاعتنا ونحولها لدجتال فورم اخر حاجة هنتكلم عليها في المحاضرة دي هي شوية امثلة على بعض السيجنال اللي نستعملها كتير هنتكلم على الامبولز هنتكلم عليهم الامبولز الامبولز اللي هي الدلتا بتاعها معقد شوية ما هوش بسيط اوكي هي اول حاجة رمزها كده يبنرسلها بالشكل ده كده هي zero everywhere except at the origin عند الorigin بقى اللي هي قيمة اللي هنا دي is not well defined دي حاجة مهمة جدا مقدرش اقولك لو انا سألت وقلت delta of zero بتسوي كام؟ مانا تدرش نجاول بس في حاجة مهمة قوي ان الarea under the curve بتاع delta of t بتسوي واحد يعني لو عملت integration لدلتا of t من mass infinity النتيجة هتسوح بس القيمة دي انا معرفاش بكام عشان اتخيلها احسن شوية ممكن اتخيل الدلتا of t دي عبارة عن حاجة شكلها كده triangular كده اوكي والarea under the curve هنا عبارة عن يعني واحد اوكي والحاجة اللي تحت دي بتساوي مثلا t والحاجة اللي هنا دي بتساوي واحد على t عشان لو ضربنا t في واحد على t تديني واحد وخدت المت لما t هنا بتروح للصفر لما t هنا بتروح للصفر لما t هنا بتروح للصفر هلاقي ان الامبتوب بتاعي بيطلع يبقى almost infinity اوكي بس ما ندرش نقول ان هو infinity infinity يبقى برضو ما ينفعش اقول ان انا عند النقطة 0 دي القيمة بتساوي infinity اوكي فالاثنين دول بيحددوا لي delta of t هما دول بيستعملوا في حاجة كثيرة جدا وكاركتوريستيكس مهمة جدا جدا لل delta of t الحاجة اللي قدر نقول في delta of t انها موجودة ونقدر نقول ان احنا متأكدين منها ان اي حاجة لو ضربت delta of t دي في اي حاجة هيبقى كل الحاجات اللي هنا هتساوي صفر وكل الحاجات اللي هنا هتساوي صفر دي الحاجة اللي انا متأكد انها مية في المية طيب الحاجة التانية بقى اللي هي unit step signal اللي بنسميها u of t اللي هي شكلها عامل كده بتبقى عبارة عن signal zero في negative t وواحد في positive t هنلاقي يعني من نظرة بسيطة كده هي نفسها عبارة integration من minus infinity t لو انا عملت الintegration ده لو انا بقى عمل integration minus infinity t لو فرضا t هنا negative طالما ان انا عملت integration ما خدتش pulse دي ما خدش impulse الموجودة هنا دي في في الintegration يبقى معنا كده انا بقى جمع صفار يبقى معنا كده تقدر صفر 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 لغاية هنا او لما تي تبقى هنا بتساوي zero زيرو ما قدرش اقول هي بتساوي كان بالظلط اي حاجة بعد الزيرو اي حاجة فيها positive t هيبقى فيها the impulse دي موجودة فتبقى لازم تكون بتساوي واحد واي حاجة هنا بقى يعني لو امانت integration لغاية هنا هو اكدناها بظلط امانت integration لغاية هنا ما فيش اي اختلاف خاص ففعلا نقدر نقول ان u of t هي عبارة عن integration بتاع delta of t وال delta of t ممكن نقول عليها بالعكس بقى انها differentiation بتاع u of t نكمل على كده بقى كمان لو احنا if we go further يعني خدنا signal عبارة عن integration بقى بتاع u of t هلاقي ان هي عبارة عن r of t بتساوي t u of t فلو احنا بصينا عليها لنفس الطريقة كده برضو هنلاقي d r of t by dt هي تساوي u of t لو احنا عملنا هنا في positive side هنا عملنا differentiation t differentiation بتاع بيساوي واحد الدريفت بتاع بيساوي واحد في positive t هتساوي واحد في negative t هي كلها صفار فكده كده تفضل صفار differentiation بتاع الصفر هو صفر نفس الكلام هنا بالزبط برضو لو خدت بقى second derivative يبقى هو اكين يبقى اخد first derivative بتاع u of t يبقى يطلع لي عبارة عن delta of t طبعا شكل ramp function عبارة عن حاجة كده ماشي الصفر في negative t وبتطلع بعد كده تبقى ايه طلع ramp في positive t الساويضر signal واحدة من الحاجات المهمة جده اللي احنا بنشوفها كتير هي basically بتبقى اما cosine يا اما sine اوكي يا اما e to the j omega t اتكلم فيها في complex exponential اوكي لو بسيت عليها بالشكل ده كده الperiod بتاعتي هي عبارة عن omega node بالradient per second او f node بالhertz اوكي اللي بتكلم على frequency frequency بتاعيتها الperiod بتاعيتها هي t node وتبقى relationship زي ما كنا بنشوف قبل كده هي عبارة عن ان omega node بتساوي twice pi على t node او او f node بساوي واحدة على t node اوكي والشرط بتاع الساويضر signal هو عبارة عن انها تبقى minus infinity to infinity طبعا يعني الجزء اللي هو بيبقى هنا مثلا زي theta هنا او اي حاجة موجودة هنا تعتبر constant دي من سميع phase ما تفرقش معنا في حاجة يعني كني بشفت السيجنال بتاع t مين او شمال لو احنا فاكرين الجزء اللي هو كان بيضاف على t هنا الجزء بتاع delay او advanced ده كان ما بيقصرش على شكل السيجنال كان بس مجرد انه بيعملها shift يمين او shift شمال لو انا عندي signal periodic و minus infinity to infinity الشفت اليمين والشفت الشمال ده ما بيفرقوش معايا في اي حاجة خالص هما بس بيقولولي السيجنال بتاعتي بتبتدي فين فلو انا حطيت اي shift على cosine او sine او e to the j اوكي مايفرقش معايا في اي حاجة خالص هما مجرد السيجنال بتاع periodic بس shifted او بتبقى origin بتاعها بيبقى بيختلف حسب الاختلاف بتاع الفيس ده بيساوي كام اخر حاجة خالص هي جزء بتاع shifting property لو انا عندي impulse function ال impulse function ده بتعمل حاجة لطيفة جدا لو انا ضربت impulse function في function عادية f of t يعني زي ما احنا شايفين هنا كده لو انا ضربتهم كده خالص من غير integration لبرا خالص ده السيجنال بتاعتي اللي هي f of t دي هتبقى صفر everywhere ما عادة عند t بتساوي كام؟ بتساوي تاو عند delta of zero بس otherwise مش هيبقى لها اي قيمة خالص لو انا ضربت دي signal f of t دي في impulse هنا كده الواضح ان كل الدنيا هنا صفر وكل الدنيا هنا صفر يعني معنى كده انا متأكد ما في المية ان signal output هتبقى كل الارقام دي كلها صفار وكل الارقام اللي هنا صفار طب عند بقى قيمة t note دي هتساوي كام؟ احنا ما قدرش نحدد مش عارفين احنا قيمة الايه؟ قيمة التي نوت دي مش عارفينها او قيمة اللي عند t note او عند التاو دي مش عارفينها بتساوي كام؟ اوكي؟ فلو احنا اخدنا الانتجريشن بقى لا ده نقدر نعرف لان هنا بيبقى عندي بقى اللي هي الامبولس دي مضروبة بقى في ايه؟ awaited by f of t note لو هي دي تي نوت يبقى هي هتبقى awaited by f of t note يعني معنى كده الجزء اللي هنا ده هيبقى عبارة عن f of t note times delta of t minus tau لو انا اخدت الانتجريشن ده اللي هو بواحد يعني الانتجريشن بتاع الدلتا ده بواحد هيفضل لي في الاخر اللي ايه؟ f of t note او هنا f of tau اوكي؟ فدي بنسميها stifting property of the impulse function اللي فيها ان انا ممكن ان انا اللي عملت الانتجريشن ده بقدر اخلي delta of t تعملي sampling للفنكشن بتاعتي دي عند النقطة اللي فيها الدلتا بتساوي صفر اوكي؟ الكاركترستيك دي مهمة اوي 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 لان احنا بعد كده هنستغل لها في بعض الderivations اللي احنا هنستعملها في signals and systems طبعا الجزء بتاع signal systems حقيقة جزء محتاج ان الناس تجرب فيه بقديها كتير الكتاب الحقيقة عنده مسائل ممتازة والحقيقة فيه partial solutions موجودة من student section بتاع التكسبوك يعني الكتاب نفسه فيه في الاخر خالص بعض الافكار بتاعة المسائل اللي موجودة فدي الحقيقة ممكن الناس تستغلها علشان تقدر ان هي تحل المسائل دي او عشان تقدر ان هي تفهم الافكار بتاع المسائل دي اوكي المحاضرة اللي جاي ان شاء الله هنتكلم بقى على definition بتاع systems